السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طاقت حب وطاقت سلام وطاقت بهشة أبعثها لقلوبكم وأرواحكم أينما كنتم في هذه الأرض عبر هذه الحلقة موضوعنا لهذا اليوم هو تحت عنوان عقلك الباطن هو كتاب حياتك فتابعوا معي يجب أن تعرف أنه كيفما كانت الأفكار والمعتقدات والنظريات والمبادئ التي تكتبها أو تطبعها أو تؤثر بها على عقلك الباطن فسوف تتأثر بها بكونها تجسيدا للظروف والأحوال والأحداث الخارجية فما تكتبه في داخلك سوف تجربه وتمرسه في الخارج فهناك جانبان لحياتك جانب ظاهري وجانب باطني وجانب مرء وغير مرء وفكرة وتجسيدها تستقبل قشرة عقلك الفكرة على شكل نبضات عصبية وقشرة المخ هي العضو الجسدي لعقلك الواعي وبمجرد استقبال عقلك الواعي أو الظاهر لهذه الفكرة واستيعابه لها تماما فإنها تنتقل إلى أجزاء المخ الأخرى حيث تتحول إلى شيء ملموس وتتجسد في تجربتك الحياتية ومثل ما تم توضيحه في حلقة سابقة فإن عقلك الباطن لا يستطيع أن يجادل لكنه ينفذ ما تطلبه منه فقط وما تطبعه فيه إنه يقبل حكمك أو النتائج النهائية التي يتوصل إليها عقلك الواعي كأمر مفروغ منه ولهذا السبب يكون ذلك بمثابة تأنيف كتاب حياتك لأن أفكارك تصبحه يتجاربك كما قال الفيلسوف الأمريكي إن مكنون الإنسان هو ما يفكر فيه طوال النهار فما ينطبع في عقلك الباطن يعبر عنه في الظاهر قال ويليام جيمس عالم النفس الأمريكي إن القوة التي تحرك العالم كامنة في عقلك الباطن وعقلك الباطن يتسم بذكاء مطلق وحكمة لا حدود لها وهو يتغذى على ينابيع خفية ويسمى قانون الحياة وأي شيء تطبعه في عقلك الباطن فإنه سيبذل جهودا جبارة لتحقيق هذا الانطباع في الواقع العملي ولذا يتعين عليك أن تطبع في عقلك الباطن أفكارا صحيحة وبناءة هناك فوضى وبؤس في العالم لأن الناس لا يفهمون التفاعل والتداخل بين العقل الباطن والعقل الواعي فعندما يعمل اثنان معا باتفاق وانسجام وسلام وبتزامن وقتي فسوف تحصل على السعادة والسلام والبهجة لا محالة ولن يكون هناك مرض أو اضطراب عندما يعمل كل من عقلك الواعي وعقلك الباطن بانسجام وهدوء في العالم القديم كان يوجد عراف عظيم دو شهرة مدوية وقوة كبيرة يدعى هيرميس عندما تم فتح مقبرته بعد موته بقرون انتظر من يريدون حكمة القدماء في ترقب كبير وإحساس بالدهشة حيث قيل أن السر الأعظم لكل العصور يوجد في تلك المقبرة وقد كان السر وهو كما بالداخل سيكون ما بالخارج وكما في الظاهر سيكون الباطن وبكلمات أخرى فإن الشيء الذي يترك انطباعات في عقلك الباطن يمتم التعبير عنه واقعيا وكل شيء تشعر بأنه صادق فإنه يظهر في تجاربك والأحداث والأحوال والظروف المحيطة بك وهذا ما ناد به أعظم فلاسفة وقادت كل العصور فإن الحركة والشعور يجب أن يكون متوازنين فما هو موجود في السماء عقلك الخاص بك سيظهر على الأرض جسدك وبئتك وهذا هو قانون الحياة الأعظم سوف تكتشف في كل جزء من الطبيعة المحيطة بك قانون الفعل ورد الفعل وقانون السكون والحركة ويجب أن يتسم الإثنان بالتوازن حتى يتحقق الاتزان والانسجام إنك موجود في هذا العالم لتجعل طاقة الحياة ومبادئها تتدفق خلالك بانسجام وتنغم فيجب أن تتساوى كمية ما يتدفق منها بداخلك وما يخرج منك فإن جميع إحباطاتك تأتي نتيجة رغباتك التي لم تتحقق وإنك إذا فكرت بطريقة سلبية وهدامة وفاسدة فإن هذه الأفكار تولد مشاعر هدامة تجد لها بعد ذلك طريقا إلى الخارج وتلك المشاعر لكونها ذات طبيعة سلبية فإنها تظهر باستمرار على شكل قرح ومشاكل قلبية وتوتر وعصبية وقلق ما هي فكرتكها وشعورك عن نفسك الآن؟ إن كل جزء فيك يعبر عن تلك الفكرة فحيويتك وحالتك الجسدية والمالية والاجتماعية كلهم يمثلون انعكاسا لفكرتك عن نفسك وهذا هو المعنى الحقيقي لما يطبع في عقلك الباطن والذي يتم التعبير عنه في جميع مراحل حياتك فإننا ببساطة نسبب ضررا لأنفسنا بتلك الأفكار السلبية التي نضمرها كم عدد المرات التي آذيت نفسك فيها بسبب غضبك أو بسبب خوفك أو بسبب غيرتك أو بسبب رغبتك في الانتقام تلك هي السموم التي تدخل عقلك الباطن إنك لم تولد بهذه التوجيهات السلبية ولذلك عليك أن تغذي عقلك الباطن بأفكار بناءة ومشجعة تساد عيدك على التخلص من أنماط التفكير السلبي الكامن داخلك وكلما استمريت في فعل ذلك فإن الماضي كله سوف يزول ولم يعد هناك ما تتذكره فالشفاء الذاتي سوف يظل أكبر دليل على قوة الشفاء التي يتمتع بها العقل الباطن منذ أكثر من أربعين عاما نجحت في التخلص من مرض جلدي خبيث من خلال الصلاة فقد فشل العلاج الطبي في الحد من انتشار المرض الذي أخذ يزداد سوءا بشكل عجيب وفي أحد الأيام قابلت رجل دين يتصف بالحكمة والمعرفة وقال لي إن الله خلق جسدي وهو قادر على شفائه وأنه علي أن أتضرع وأدعوه لكي يشفيني وقد أعطاني هذا الرجل مثلا يوضح قدرة الله تعالى في خلقه للإنسان فقد أشار إلى ساعته وقال هذه الساعة لها صانع ولكن قبل أن تصبح شيئا ماديا كان للصانع تخير واضح وفكرة كاملة عنها ولذلك إذا توقفت الساعة عن العمل فإن هذه الفكرة المسبقة لدى الصانع عن الساعة سوف تزوده بمعرفة كيفية إصلاحها وفهمت ما كان يقصده رجل الدين بمثال الساعة وصانعها فقد كان يقصد أن يوضح لي أن قدرة الله سبحانه وتعالى الذي خلقني قادرة على شفائي لأنه هو الأعلم بكيفية شفائي وهو الذي يحرك كل أجهزة جسدي ولكن لكي أحصل على نعمة الشفاء يجب علي أن أبتهل وأدعو الله لكي يتحقق لي ما أرجوه وقد كنت بصياغة دعاء بسيط ومباشر إن جسدي وكل أعضائه خلقت بيد الله والله وحده هو القادر على شفائي فإبداعه خلق كل أعضائي وخلايا جسدي وعضلاتي وعظامي وهذه القدرة المطلقة للخالق على شفائي تحول كل ظرة في كياني وتشفيها وأنا أحمد الله على الشفاء الذي بدأ يهابه لي الآن فما أروع صنائع الخالق في خلقه وأخذت أردد هذا الدعاء البسيط بصوت مرتفع لمدة خمس دقائق مرتين أو مرتين يوميا وبعد ثلاثة أشهر بدأ جلدي في التحسن واختفى المرض الخبيث ولم يصدق طبيبي ما حدث ولكنني كنت أعلم ما حدث فصلاتي ودعائي أرسل أنماطا من التفكير المفعم بالحياة والجمال والكمال إلى عقل الباطن وبتلك الوسيلة طمصت الخيالات السلبية وأماط التفكير الكامن في عقل الباطن والتي كانت السبب وراء كل مشاكل لا يظهر شيء على جسدك إلا إذا كان هناك تفكير ذهني مماثل يظهر في عقلك أولا وعندما تغير عقلك بإعطائه جرعة متواصلة من التفكير الإيجابي فإنك بالتالي تغير جسدك وهذه هي قاعدة الشفاء كيف يسيطر عقلك الباطن على كل وظائف جسدك فبينما تكون مستيقدا أو تغط في نوم عميق فإن عقلك الباطن الذي يؤدي عملا لا يكل منه ولا يتوقف يسيطر على كل الوظائف الحيوية في جسدك بدون أي مساعدة من عقلك الواعي فعلى سبيل المثال في أثناء نومك يستمر قلبك في دقاته بشكل إيقاعي ولا تتوقف عضلته والحجاب الحاجس عن ضخ الهواء داخل الرئى في شكل شهيق وزفير وثاني أكسيد الكربون الذي هو ناتج لنشاط خلايا جسمك يتم استبداله بالأكسجين النقي الذي تحتاجه أجهزة جسمك للعمل ويتحكم عقلك الباطن أيضا في عمليات الهضم وإفراز الغدد بالإضافة إلى العمليات المعقدة والمدهشة الأخرى التي تتم في جسدك وكل هذا يحدث في يقظتك ونومك على حد سواء أما إذا تم إجبارك على تشغيل عمليات الجسم بالعقل الواعي فبالتأكيد سوف تفشل وقد تموت سريعا فتلك العمليات معقدة جدا ومتشابكة فإن جهاز تنشط القلب والرئى الذي يستخدم في عمليات القلب المفتوح يعد من عجائب تكنولوجيا الجراحة الحديثة ولكن ما يفعله هذا الجهاز أبسط بكثير مما يفعله عقلك الباطن لمدة 24 ساعة في اليوم طوال سنوات حياتك ولنفترض أنك ستعبر المحيط في طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت وتجولت في حجرة القيادة لن تعرف بالتأكيد كيف تقود تلك الطائرة ولكنك لن تجد صعوبة في أن تشغل انتباه الطيار وتسبب مشكلة بنفس الطريقة لا يتمكن عقلك الباطن من تشغيل جسدك ولكنه قد يعق التشغيل المناسب وفي أحيان كثيرة يتدخل عقلك الواعي في الإيقاع الطبيعي للقلب والرئتين وعمل المعدة والأمعاء وذلك من خلال التفكير والقلق والاضطراب وبواسطة الخوف والإحباط وقد بدأ المجتمع الطب مؤخرا في الاعتراف بعلاقة القلق والاضطراب بالإصابة ببعض الأمراض والسبب هو أن هذه الأنماط السلبية من التفكير والأحاسيس التي تتدخل في عمليات عقلك الباطن تتم بشكل إنسيابي ومتناغم فعندما تشعر بالاضطراب الذهني والجسماني فإن أفضل ما يمكنك فعله هو الاسترخاء والابتعاد عن كل ما يضايقك والتوقف عن التفكير في أي شيء تحدث إلى عقلك الباطن وأخبره بأن يطلع بمسؤولية التنظيم بطريقة هادئة ومتناغمة وفي تلك الحالة سوف تجد أن جميع وظائف جسدك تعود إلى طبيعتها تأكد أنك تتحدث إلى عقلك الباطن بصيغة المسؤول وبالإقناع وسوف تجد أنه يستجيب لأمرك فأول شيء يتعين عليك أن تدركه وتستوعبه هو أن عقلك الباطن في حالة عمل دائم إنه ناشط ليلا ونهارا سواء أصدرت إليه أوامرا بالعمل أو لم تصدر فعقلك الباطن هو عامل البناء لجسمك ولكنك لا تستطيع أن تفهم أو أن تعي أو أن تسمع هذه العملية الداخلية التي تتم بصمت فما تتصل به هو عقلك الواعي وليس الباطن ولهذا عليك أن تشغله بتوقع الأفضل وتأكد أن الأفكار التي تراودك بشكل معتاد تقوم على كل ما هو محبب وصادق وعادل وحسن ابدأ من الآن في الاهتمام بعقلك الباطن وأنت تعلم بقلبك وبروحك أن عقلك الباطن دائما يعبر ويظهر ويجسد كل شيء وفقا لتفكيرك المعتاد تذكر أنه مثل ما تأخذ المياه شكل الأنبوب لكي تتضفق خلاله فإن مبدأ الحياة يتضفق خلالك وفقا لطبيعة أفكارك وتأكد أن الشفاء الكامن في عقلك الباطن يتضفق خلالك بشكل منسجم وبهدوء وسلام ووفرة فكر في عقلك الباطن على أنه الذكاء المفعم بالحياة ورفيقك الودود طوال رحلة حياتك وكن على إيمان دائم بأنه سيستمر في التدفق داخلك ليعطيك الحيوية والنشاط والإلهام والرفاهية وأنه يستجيب بنفس الطريقة التي تفكر وتؤمن بها سؤال آخر كيف تنقل فكرة الصحة التامة إلى عقلك الباطن أخبرني أحد المسؤولين في جوانسبوك وهو يشغل منصب وزير في جنوب أفريقيا بالطريقة التي استخدمها لنقل فكرة الصحة الكاملة إلى عقله الباطن فقد أصيب هذا الرجل بصرطان بصرطان وكانت التقنية التي اتبعها كما وصفها لي في رسالة بخط يده كالتالي خلال مرات عديدة من اليوم كنت أتأكد أنني في حالة استرخاء ذهني وجسدي تام كنت أجعل جسدي مسترخيا وأخاطبه بالعبارات التالية قدماي مسترخية وكاحلاي مسترخية وساقاي مسترخية وعضلات بطني مسترخية وقلبي مسترخ ورئتي مسترخية ورأسي مسترخ والكل كياني مسترخ وبعد خمس دقائق أجد نفسي في حالة نعاس ثم عندئذ أؤكد الحقيقة التالية فكرة الصحة الكاملة تملأ عقل الباطن الآن والعقل الباطن يعمل بكامل قوته وفقا لهذه الفكرة وفعلا لقد تحقق لهذا الوزير الشفاء التام وقد كانت الطريقة التي استخدمها في منتهى البساطة ولكن على درجة عالية من الوضوح في توصيل فكرة الصحة التامة للعقل الباطن وهناك وسيلة أخرى لنقل فكرة الصحة الكاملة إلى عقلك الباطن من خلال التخيل العلمي أو المنظم فنصحت رجلا كان يعاني من شلال حركي أن يتخيل صورة حية عن نفسه وهو يتجول في مكتبه ويلمس المكتب ويرد على الهاتف ويفعل كل الأشياء التي اعتاد أن يفعلها وهو صحيح الجسد وشرحت له أن هذه الفكرة وهذه الصورة الذهنية للصحة الكاملة سوف يقبلها عقله الباطن وعاش هذا الرجل الدور وفعلا شعر وتخيل أنه عاد إلى مكتبه وعرف أنه يعطي عقله الباطن شيئا محددا للعمل على تحقيقه وكان عقله الباطن بمثابة القيامة الذي طبعت عليه هذه الصورة الذهنية وذات يوم بعد عدة أسابيع مارس فيها هذا التخيل بشكل مستمر دق الهاتف على غير موعد ولم يكن يوجد أحد لا الممرضة ولا زوجته وظل الهاتف يدق وكان على مسافة 12 مترا من فراشه ومع ذلك تمكن الرجل من الرد على الهاتف في تلك اللحظة كان قد شفي من حالة الشلل الحركي فإن قوة الشفاء الكامنة في عقله الباطن استجابت بصورة عجيبة سبحان الله لصورة الذهنية التي تخيلها ومارسها لفترة من الوقت وبالتالي تحقق له الشفاء لقد كان لذا هذا الرجل سد عصبي منع الموجات الصادرة من المخ من الوصول إلى ساقه وبناء على ذلك لم يستطع تحريك ساقه وعندما تقام بتحويل انتباهه إلى قوة الشفاء الكاملة بداخله تدفقت تلك القوة من خلال بقرة تركيزه لتعطيه القدرة على السير مجددا فأيا كان الشيء الذي تطلبه في صلاتك مؤمنا بإمكانية تحققه فسوف تحصل عليه نختم هذه الحلقة بأفكار تستحق التذكر أولاً عقلك الباطن يسيطر ويتحكم في جميع العمليات الحيوية في جسمك ويعرف حل كل المشاكل ثانياً قبل توجهك إلى النوم أبلغ عقلك الباطن بطلب محدد وتأكد من قدرته على صنع المعجزات ثالثاً أيا كان الشيء الذي تطبعه في عقلك الباطن فإنه يظهر على شاشة الأحداث والتجارب التي تمر بها ولذا فإنه يتعين عليك مراقبة كل الأفكار التي تدخل عقلك الواعي بعناية كبيرة رابعاً الفعل ورد الفعل قانون كوني فكرتك هي الفعل واستجابة عقلك الباطن لها هي ردة الفعل لذا عليك مراقبة أفكارك خامساً يرجع سبب الإحواط إلى عدم تحقق الرغبات فإذا وضعت العقبات والصعاب وقمت بالتسويف فإن عقلك الباطن سوف يستجيب وفقاً لذلك كله وبذلك تعطل أي شيء يكون في مصلحتك سادساً مبدأ الحياة سوف يتضفق خلالك بإيقاعية وانسجان إذا أكدت بوعي قائلاً لنفسك إنني أؤمن بأن قوة عقل الباطن التي أعطتني هذه الرغبة تقوم بتحقيقها من خلالي وهذا يقضي على كل النزاعات والصراعات بداخلك سابعاً إنك قد تتسبب في الإخلال بالإيقاع الطبيعي لقلبك ورئتيك وأعضاء جسدك الأخرى من خلال القلق والتوتر والخوف عليك أن تغذي عقلك الباطن بالأفكار الإنسجام والسلام والصحة وعندئذ ستصبح وظائف جسدك تعمل بشكل طبيعي مرة أخرى ثامناً اجعل عقلك الواعي مشغولاً دائماً في توقع الأفضل وبالتالي يسجل عقلك الباطن بكل طاعة تفكيرك المعتاد تاسعاً وأخيراً تخيل النهاية السعيدة أو الحل لمشكلتك اشعر ببهجة الإنجاز وما تتخيله وتشعره سيقبله عقلك الباطن ويشرع في تحقيقه وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر